عقود من المواجهة المستترة خلف ملفات عدة بين واشنطن وبيكين فتارة يشتعل فتيل الأزمة بين قطبي الاقتصاد العالمي حول العلاقات التجارية وتارة أخرى حول ملفات سياسية تعدها الصين شأناً داخلياً بينما تتبنى الولايات المتحدة الأمريكية الدفاع عنها هي علاقات لم تكن على صفيح ساخن مثل ما هو الحال الآن منذ أربعين عاماً إذ شهدت السنوات الأخيرة تحولاً سلبياً واضحاً في العلاقات بين واشنطن وبيكين حيث اشتعل فتيل أكبر حرب تجارية في تاريخ اقتصاد ظل الإدارة الأمريكية السابقة التي اتخذت إجراءات اقتصادية غير مسبوقة تجاه الصين شملت تبادل الدولتين فرض رسوم جمركية على بضائع بقيمة مليارات الدولارات ومن الحرب التجارية مع بكين إلى حرب سياسية تأججت في ظل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب ما تعتبره واشنطن تزايداً لنفوذ بكين في منطقة بحر الصين الجنوبي وكذلك قضية تايوان فبحر الصين الجنوبي يعد أهم منطقة مائية بالنسبة للاقتصاد العالمي يمر من خلاله نحو ثلث حجم التجارة العالمية ولذلك فهو أبرز ساحات المواجهة بين واشنطن وبيكين الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة يصرون على أن بحر الصين الجنوبي هو ممر ملاحي دولي مفتوح بينما في المقابل تتمسك الصين بموقفها بأن تلك المنطقة البحرية هي جزء من أراضيها وبحارها الداخلية على غرار تعاملها مع تايوان ثاني أبرز الملفات السياسية المشتعلة في العلاقات الصينية الأمريكية فمن جانب تصر تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي على الاستقلال عن الصين والتجرد من سياسة دولة واحدة ونظامين بينما تعتبر بيكين تايبي مقاطعة صينية منشقة يجب أن تصبح جزءاً من البلاد وحول تلك القضية لطالما انتهجت واشنطن سياسة ما تعرف بالغموض الاستراتيجي تجاه تايوان على مدار عقود إلى أن تحولت تلك النبرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية لتؤكد إدارة بايدن في الآونة الأخيرة أن الولايات المتحدة مستعدة للتدخل عسكرياً لحماية تايوان في حال تعرضها لهجوم صيني